افتح القبور راح تشوفه في حياة ولا لا ولا مو ولا حاجة في فقط عظام بعد الموت في بكتيريا في فيروسات في ديدان في عظام في شعور في توابيد في كذا بعد الموت في حرق في كذا بعد ما في حاجة وداعا حياة بعد الموت كيف هذا الكلام لا في حياة بعد الموت لازم نقول للناس الله لو كان في حياة بعد الموت لنخنف الجبار أخبر الناس بذلك الله أخبر الناس بذلك الله ما بيعرف أي شيء الله ما أحدا بيعرفه أصلا ما أحدا بيعرفه طبعا بذلك ما هو أنت ما تقدر أنك تأتي وتجوب أنت الآن مثلا الله أنت تعرفه نعرفه طبعا تتواصل معه نتواصل معه ممكن بمجرد ما تتواصل معه تقول له محمد صالح بده إياك على البث بأسرع واقع لأنه صار له خمست آلاف واحد باعث له لحد الآن إذا أنت موجود تعال ادخل البث عند محمد صالح ورح يوقف التكست ورح يطلعك معاق يست أوكي عندك إمكانيات تتصل بي الآن تب تستهزئ صح؟ لا لا أنت بتعرفه كل مرة بيجي لي شباب مثلك مثل الورد بروح أقول له يا عمي أنت بتعرف الله يقول أعرفه وتتواصل معه يقول يا الله بتواصل معه أقول له أرجوك ابعت له رسالة قل له محمد صالح بده إياه على البث تابعه على التكتون وخلي يجي على طول وأنا رح أطلعه معاك على طول عرفت كيف؟ شو 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 شكلت الله هذا أنت دلوقت لو موت وكتشفت أن فيه حياب بعد الموت وفيه جنة وفيه نار هيبعي موقفه موقفي رح يجيب الخنفة الجبارة رح ينهي الجنة وينهي النار ويقول عفاعم عليك محمد صالح لايك رح يعطيني اللاك نا أنت كده وصيرك النار مين فين الخنفس جبار اللي انت بتقول عليها ده بتتواصل معا يعني الخنفس جبار لا تدركه الأبصار معروف هذه يعني بتتواصل معا ولا بتتواصلش معا الخنفس جبار ما بتواصل مع الناس طب عرفته ازاي يعرف موجود جواتك البرمجة جواتك بيوصلك للخنفس جبار يعني انت جواك في برمجة للخنفس طبعا طبعا الخنفس الخنفس جبار شفت انت لان عقلك عقلة عقل المجسمة المشبهة الممثلة تعتقد ان الخنفس جبار هو خنفس ومش خنفس وكان عظيم جدا اسمه الخنفس جبار ليس كمثله شيء انت تواخد صفات الله وبتحطها على إلهك لا لا مالوش علاقة بالله اللي بين الله الله هو الوحيد الآن الله 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 ما له علاقة بايشي كل يوم انا برسل وراه ما بيجي ما عادل بيتهرب ولا يشوف يعني الله هو الوحيد اللي قال ليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار غالب هذه الصفات ما أخذها من الخنفس الجبار إذا هو قال هذا الكلام فأكيد ما أخذها من الخنفس الجبار إن عظمته لا تدركه الأبصار ما حدا بيعرف ما حدا بيعرف ما حدا بيعرف ما حمي كل الناس تعرف أنت الآن شو قلك تروح تجلس مع نفسك تفكر في جوات نفسك عرف كيف راح أول ما تسلم قلبك بإيمان صادق وتطلب الهداية من الخنفس الجبار الخنفس الجبار راح يفعل البرنامج اللي جواك راح يعرفك بالخنفس الجبار لا معروف إن الكون نشأ بالانفجار العظيم آه ما هو هذا بسبب بعد العطصة طب فين الدليل نسكور فيكتب قلناك أنا أنا بعطيك المثال يا عمي أنت روح اجلس مع نفسك سلم قلبك بإيمان صادق لأنك إذا كان إيمانك كاذب لا تتوقع أن الخنفس الجبار يفعل جواتك آلية التفكير والوصول إلى هذه المعرفة لذلك الخنفس الجبار أنت إذا سلمت له نفسك بكل إخلاص وبكل يقين وطلبت منه الهداية والعلم والإرشاد راح يرشدك مباشرة راح تشوف هذا الكلام جواتك على طول تخرج بعد ذلك وأنت موقن بأن الخنفس الجبار عمل كل حاجة لا الانفجار العظيم مذكر في القرآن غالب غالب ما ليش علاقة الانفجار العظيم هو نتيجة 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 من نتائج الخنفس الجبار يا عمي أيوة إيه الدليل فين الدليل يا عمي أنا أقول لك روح أعمل هذا الشيء لا أنا مؤمن بالله والله بيديني الأرشادات حلو تحب نقرأ قرآن مع بعض شوية؟ نقرأ أروح جيب المصحف معاه معاي حلو افتح لي أول آية أول صورة صورة الفاتحة أيوة بعد الأول صورة الفاتحة شو عندك؟ صورة البقرة حلو اقرأ لي أول آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم سو معناك ألف لام ميم؟ لا هي الحروف المقطعة في القرآن اختلفوا شيء قل لي شو معنى ألف ملال لام ميم؟ الحروف المقطعة إيه بل شو معناته؟ أنا بصراحة ما أعرفش شفت؟ الله تابعك دائما بيرسلكم شغلات ما بتعرفون معناها بينما الخروف الجبارة بحياته ما أرسل شغلة للناس عشان ما يجي يحرج أتباعه بهاي الطريقة أنت بسكت في الحروف المقطعة يعني وسبت في القرآن؟ طيب عنه وهذا يسو معناته ليش؟ ليش عندك شغلات في القرآن ما بتعرف معناها؟ تحب نقرأ أمور ثانية؟ نقرأ نروح لصورة التحرين صورة التحرين الآية رقم 12 بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة الأمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتي كان عندك شغلة التحرين فنفخنا لنرى معناه هذه الآية ومريم مريم ابنة أمران حلو اللي هي مين؟ أم المسيح حلو شو عملت؟ التي أحصنت فرجها شو يعني أحصنت فرجها؟ يعني مفيش حد أقرب لها؟ شو يعني مافيش حد آية؟ شو يعني أحصنت فرجها؟ أنا أحسنت فرجها مع واضح الآية اللي هي شنو أحسنت فرجها يعني لم يمسسها بأي بشر شو الكلمة اللي بعدها فنفخنا فيه من روحنا بإذن الله لأ مين اللي فنفخنا هذي راجع لمين ركال الله يعني الله هو الذي نفخ الله هو الذي نفخ ونفخ فين قال شو فنفخنا فيه من روحنا فيه هذه راجع لشو لفرقها يعني الله نفخ جو فرج مريم شو كان بيعمل هذا معقول وحدة تجلس تحصن فرجها وما يخلي حدا يقترب منها والله بيروح استغفر الله شو هذي الكلام معقول بيعمل يك شغلات الله هو خلقها يعني هو عادي عشان يخلقها يروح يدخل جوك هلسونه وينفخ في فرجها لا مش بالطريقة اللي انت ما هو فيه طريقة ثانية شو كان يستخدم انبوب مثلا لا عن طريقة روح الكدس لا انت قلت ان الله هو اللي نفخ فنفخنا جمع عن طريق ممكن فنفخنا مش جماعي يعني شو يعني هو كان جايب الجماعة تبعوا كلهم بينفخوا ما فيها منفخة هي يعني معقولة فرج مريم اللي احصنت فرجها الله جايب جماعته وجالسين كلهم بينفخوا جواتها المشكلة هو اللي خلقها هو اللي خلقها وانا الان ممكن اروح اجيب ابنية اجيب بنتي عشان انها هي بنتي اروح انفخ جوة فرجها شو هذا قلت ادبها لا عشان انت اللي خلقها ولكن انا اللي جايبها لا انت سابقا يعني هل عشان الله بيخلق الناس بيروح يدخل جوة فرجهم بينفخ جواتها شو هذا ترضاها انت لله نرضاها لله عادي جدا اذا ربك بينفخ جوة الفرج شو نسوي له الخنف الجبار ما بيعمل اذا اشي على فكرة اذا دي ما حصلتش غير انه هو نفخ في سيدنا ادم والستين حواء بيموت في النفخ ها بداية الخلق دي نفخ الروح هو عادي اكيد كيف كان ينفخ دي بقى الله اعلم الله اعلم ليش اعمل لي صوت النفخ عندك كيف راح يكون دي حاجة الله اعلم بيها كيف ينفخ يعني اعطي له ما هو شو يعني الله يعلم ما هو وقال نفخنا معروف انه كيف كان ينفخ مرة ابنية جايب جالسة حمحصن فرجها ما صدق راح شاف انه في فرج محصن راح لعنده نفخ جواته ربنا اصطفاها اصطفاها شو هذا ربنا جايب جماعته كلهم جالسين نفخ في مكان مش ولابد يعني صراحة يا استاذ محمد نا دا تكريم دا تكريم دا تكريم دا سيدة مريم يجب يكون تكريم هذا يسمى يعني هو غا يعني هو انا ما عندي مشكلة في موضوع النفخ لانه ولكن هذه بتكون بعض امور كثيرة يعني هو ممكن يلاعب البنية بعده هي كذا وينفخها من باب ويهيجها كذا ولكن هو شو داخلوا بهذه الامور الشغلات المفروض ما يعملها صراحة يا لا 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 ليه ما يعملها لي تكريم كيف تكريم دا سيدة مريم الوحيدة أنا الآن مثلا لحظة أنا الآن لو رحت جبت امرأة ركز معي لو رحت جبت مرأة وحبيتها وحبتني ثم نيمتها ثم نزعت كالسونها ثم فتحت رجولها ثم دخلت رأسي بين رجولها ونفخت هناك هذا يسمى تكريم ليش لاني بحطيها شهوة وبعمل لها اجواء وكذا مثلا عرفت كيف هذا كلام يسمى تكريم هل الله الو في هذه النوعية من التكريم عن طريق روح الكدس عن طريق سيدنا جبريل لا وما قال سيد جبريل قال فنفخنا ويتكلم عن حاله عن نفسه قال قال هو عن نفسه ايوه فنفخنا عن طريق عن طريق روحك لا ما قال عن طريق الطريق من عندك انت لا لا في سورة تانية أنا لما سألتك مين اللي نفخ قلت الله نفخ صح عن طريق عن طريق قلتلك عن طريق سيدنا جبريل فهو الله ما بينفخ عن طريق الناس الله ينفخ بنفسه على طول لا الله ممكن يفوض الخلق نفسه لغيره كيف ممكن يفوض الخلق لغيره أعطيني دليل على أنه لما نفخ في آدم هو اللي كان ينفخ ولا جبريل نفخ لا دي اللي مذكور أنه هو اللي نفخ حلو هنا في هذه الآية هو اللي نفخ ولا جبريل نفخ لا جبريل لا هنا هو اللي نفخ لا دليل من سورة مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمسل ولكن هذا ما يمنع أنه جبريل كمان نفخ لأنه أخذوا مريم يعني مقاولات كل شوية عاملينها جمعية المسكينة كل شوية واحد بيجي ينفخ جواته فنفخنا عن طريق سيدنا جبريل غالب ما فيش هذا الكلام نذكر الآن اقرأ لي الآية مرة ثانية نشوف إذا فيها الجبريل ومريم 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 ابنة عمران التي أحصنت فرجها بس في الدليل الثاني من سورة مريم ما فيها ما في دليل ما بيقول أنه جبريل نفخ في سورة مريم وفقد قال يعني قال فتمثل لها بشرا سوية فقط ولكن ما قال نفخ جواته في سورة مريم صح؟ لا أبو لك يقول لها من ذكية أبو لكن ما في دليل على أنه جبريل كان ينفخ هو ربنا رب العالمين سوية يعني أو ربك أنت معذري الله هو اللي كان ينفخ طيب بيه المشكلة طيب الله بعتشوف أنت أنت لو مريم هاي أمك ترضى أنت لو مريم أمك مثلا ترضى أنه رب العالمين ينفخ جواته ما أرضى مرضاش لي وي شو ده هو خلقها شو بتضغط عادي كذا لو أنت كان ترضى أنه أنه رب العالمين يجي ينفخ جواته الله ينفخ جواته لا تكريم شرف هو اللي خالق هو خلقها الله يا أنا بأشوف كيف خالقها هذا الخالق شكله يعمل شكلهات مش ولا بد يا أستاذ محمد لا دي ما حصلتش في حد غير في مريم إن الله اصطفاق وطهارك واصطفاق على الحياة العالمية غلط غلط هذا الكلام غلط قل لي ليش اللي بيعمله مع مريم بيعمله مع ناس ثانية كمان لا لا فين حصلتش غير مع مريم بالضرورة بيعمله مع أي شخص ما نعرف ده وحصلت كنا عرفنا مش بالضرورة هل هو لازم يخبرك عن كل شي مقال لك رسولا قد قصصناهم عليك ورسولا لم نقصصهم عليك صح صح شفت فما المانع إنه يكون عمل هذا شي مع نسوان ثانية غالبا لا بس لو حصلت لا ما فيه غالبا لا لا يسألوا عما يفعل صح طب غالبا لو كانت حصلت كنا عرفنا بس ما حصلتش ولو حصلت لا تشريك لا تشريك لا تشريك بينفخ بينفخ الله بينفخ في فرجها ده مش لازم ينزالها الكلسون لك يعني ينفخ ينفخ من بره الكلسون الله أعلم بقى الطريقة احنا مش عارفينها احنا مش عارفين الطريقة بس يا مذكورة في صورة رعية لو مش لازمك الكلسون ايوه المشكلة برضو هو الخالق وعادي انه بيروح ينفخ جوه فرج بنتك مثلا ايه المشكلة هو خالقك هو خالقك انت اي حاجة بيجي يخلقك ولكن هذا اللي احنا بنقول الله عندك عنده مشاكل يا ابو عمو لا ما عندهوش مشاكل انت اللي عنده مشاكل لا ببا انت اللي عنده مشاكل في حدا سوي ومحترم يروح يدخل رأسه بين رجول النسوان وينفخ جوهاته لا مين لانك اللي ربنا لي رأس ده كان كيف ينفخ ينفخ من شو الله أعلم بقى الطريقة طريقة يا فالله أعلم النافخ يكون من التم والتم لابد ان يكون في الراس لا انت متشبهش الاله على شكلك لا اشبه لا اشبه ليه لانه هو بيتكلم صح؟ لا هو ليس كمثلية شيء هو بيتكلم بيتكلم بس عن طريق برضو عن طريق الملائكة عن طريق فوق عن طريق الملائكة ما بكلمش ربنا ما بكلمش حد بكلم موسى تكليمة بيتكلم بيتكلم شفت بس مش شرط برضو انه يبقى لي راسه ولي فهمه لكان شو عنده لكان النبي محمد كيف شافه على صورة شابه امرك لا لا هذا حديث ضعيف لا مو ضعيف مش ضعيف لا لا في حديث ضعيف ولكن في حديث ثاني صحيح من ضعيف لا العلمك انا كنت سني وتشيعتين عشان تبعي لا ما يهمني سني ولا فيعي الحديث صحيح يعني ما تصددتون كماذا الكلام لا 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 لانه ليس كمثله شيء لا لا هو كمثله شيء صراحة انت بتتكلم هو بيتكلم انت سميع هو سميع انت بصير هو بصير لا انا ابصر هو بصير انا ابصر لا انا كمان بصير لا انا اسمع هو سميع لا انت تسمع هذا الفعل الصفة انك بصير لا لا مو بكيفة ما لا انت الان لما ياتوا يسألون يقول هل هو بصير يقول نعم بصير طب هل هو يشوف لا ما بيشوف شو هو هو كفيف عرفت كيف هكذا انت عندك ايد هو كمان عنده ايد انت بتنفخه وكمان بينفخ لا عنده ايد عنده ايد ايو انت بتنفخ انت بتنفخ هو كمان بينفخ فما نستطيع ان احنا يا استاذ محمد استاذ محمد ما نستطيع اننا نأتي ونقول ان الله مختلف كثير عننا كل اللي انت بتعمله هو بيعمله ما عدا بعض الامور البسيطة مثلا هو ما بيدخل حمام انت بتدخل حمام هو ما يمارس ما يمارس الجن الجنس انت بتمارس الجنس عرفت كيف ولكن هو ما بيمارس الجنس هو بينفخ انت بتنفخ عادي ايه المشكلة برده والله ما عنديش مشكلة المشكلة عندك انت لا المشكلة عندك انت لا تؤمن بالله لانك انت مرة بتقول ليس كمثله شيء بينما هو بينفخ دخل جوك النفخ الكلام واضح جدا بسط لك يا وقل لك انه هو يعني هاي احصانة فرجها وهو ده نفخ فيها لا ما في اسورة ماريام فارسلنا اليها روحانا فتمثل لها بشرا سويا اه بس مالوش علاقة بالنفخ وهذا حتى لو انه علاقة بالنفخ لنفخ الروح لحظة حبيبي هذا الروح مين هو؟ من روح الله الروح هنا شو هو؟ الروح لا يتمثل الروح هنا هو جبريل صح؟ صح اه اذا جبريل الذي تمثل لها بشرا سويا مش الروح بينما هنا هو نفخ جواتا الروح اللي هو الروح الذي يعطي الحياة صح؟ صح اذا الله هنا نفخ جو مريم وفي مكان ثاني ربك ان يكون جبريل كمان لما شاف الله بينفخ جواتا هو كمان اخذته الغيرة فهو كمان صار ينفخ ما تعرفه مين مشكلة برضو ده اللي ملايك من السلام؟ انا ما عنديش مشكلة انا بقارن لك اقول لك الخلف الجبار ما بيعمل اي سؤال فين كلام الخنف الزجبار ده؟ فين كلام الخنف الزجبار الخنف الزجبار بحياته ما نفخ في فرج امرأة فين كلامه عشان نتبعه؟ فين رسله عشان نتبعه؟ ما بيعمل هذه الامور؟ قلت لك انت ووفيا انت الان قلت ان الله الله هذا ارسل لي كلام الان انا قرأنا كلام الله شفنا انه صراحة امور زائد خمسة وعشرين حتى يعني لما اردنا ان نفهم خنف الزجبار عرفت كيف؟ لما اردنا ان نفهم خنف الزجبار جلسنا اعطينا كل اركاننا وجوارحنا وتركيزنا واتصلنا به علمنا كل شيء بل لكن لما اردنا ان نفهم الله قرأنا القرآن شفنا اول حاجة يقول لنا الف لا ميم في بداية القرآن ما فهمنا شيء بعدين شفنا في صوت التحريم يقول انه يعني بيروح يعمل شغلات مجيدة مع النسوان هذا القرآن الذي هو اذا الله هو هذا الكلام تبعه فهو صراحة يعني هذا الكلام المفروض يعني يوضع في مكان بعيد عن متناول ايدي الاطفال صراحة يعني بعيد عن متناول ايدي الاطفال انت شايف اني فيها حالة جنسية خطيرة يعني امرأة بنية حلوة شابة احصنت فرجها ولكن الله اتجاه ونفخ يعني دخل في الفرج ونفخ فيها يعني لم قالش دخل في الفرج ده تفسيرك لا مدخل مدخل شاف الفرج فنفخ فيها اين المشكلة برضه انا شو بقول لك هو ايه المشكلة لو يحترم لو محترم ما بيدخل ده ارجل النساء هو خالقهم حتى لو خالقهم يعلم في حاجة اسمها ادب واحترام في حاجة اسمها ادب واحترام ما مفروض يعمل هاي السؤال غلط لا هو يعرف في نفسك اللي انت متعرفوش عن نفسك لا لا ما بيعرف لا ما بيعرف لا ما بيعرف ازاي الان انا قلت رقم في نفسي هل الله بيعرفه يعرفه طبعا غلط خليه يجي ويقول لي شو قلت لا ما خليه يجي دي وخلينا شوفه هذا الكلام ده زي انا متتوفه خليه يقول لك انت أنا شوmonth الرقم يقلتونا لهم هو هو عارف هو مش عارف ولا عارف ولا نيلة لا عارف لا انت بتقول اي كلام اهبل عنه ما مش لا عارف ولا شي لا yet انا بقول كلام اهبل انو اتكلم helmet لا مش انت يا حبيبي مش القصد انت الآن هلما تج磨 تقول هو عارف ولا شي لا عارف طبعا عارف الوحيد اللي ادعى عارف اذكت انه عارف انا شو قل الجواكلة الوحيد اللي ادعى انه هو خلق السماوات والارض هو الله غايت صحيح الاصط النشأة السماوات والارض اصلا لم يخلق وانما هذه افرازة من افرازات رفاف عصت الخلف الجبار فما نحتاج اننا نعيد ونعجل من دليلك هذا كل الناس بتعرف هذا الشيء قلت لك الدليل تروح تجلس مع نفسك اعطي لنفسك نصف ساعة سلم قلبك بايمان جاد وصادق وسلم كل روحك للخلف الجبار الخلف الجبار خلال اقل من ساعة رح يظهر لك انه اعطاك كل هذا الكلام ولكن ضروري انك تكون صادق بذلك وتعطي كل نفسك وروحك للخلف الجبار وهو رح يريك كل شيء عملت كل اللي انت بتقولها ليه دا ورد من بيه انت اليوم اول مرة تسمعنا الخلف الجبار لم تعمل هذا الكلام رح اعمله رح اعمله رح اعمله بالصدق بالصدق افتح الكاميرا الان مثلا ممكن نعمله مع بعض عرافت كيف افتح الكاميرا اقول لك شو كيف تعمله كيف تفكر وكيف تسلم نفسك للخلف الجبار هو رح يريك كل شيء لا انا سلم نفسي للخالق سلم نفسي للخالق انت لانك مشكك مشكك لا يمكن الخلف الجبار يهديك الى سواع السبيل مشكك فين كلامه وفين كلامه عشان نتبعه ما انا قلت لك الان كلامه قلت لك الان هو شو عمل شو عمل عطس طبعا لا مذكور في العلم بيقول ان الكون نشأ عن طريق الانفجار العظيم والانفجار العظيم هذا الكون قبل ما يكون في انفجار عظيم هو الكون في الجبار هو الذي عطسه كل الناس تعرف هذا الشيء لا لا من 1400 سنة الانفجار العظيم مذكور في القرآن لا لا مذكور اتحدى تجيب لي اسم انفجار عظيم في القرآن ان السماوات والأرض اوين الانفجار؟ لحظة اوين الانفجار؟ كانت رتقن ففتقناهم ما ففتقناهم مالوش علاقة بالانفجار لا ابحث لا انا بحثت بحثت مالوش علاقة الانفجار العظيم هذه كلمة واضحة يأتي لي بكلمة انفجار عظيم كانت ردقا ففتقناه ما مش انفجار عظيم يا عمي مش انفجار ما يوجد تجبيه القرآن هذا كلام من المرض الهلاوس عند المؤمنين لا 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 تجبيه القرآن محمد أنا أعتقد أخذنا مساحة أكثر من اللازم نعطي الفرصة للشباب كمان فضل فضل بس أنت خليك منصف والله أنا منصف فوق ما تتصور بس أنت بدك تختص باللغة العربية وتقول لي أنه ففتقناهما فهذا معناته انفجار عظيم مش معناته انفجار عظيم هذا كلام من هلاوس المسلمين لا هذا كلام القرآن أدق من الانفجار لا أدق آبدا مش أدق أنت الآن ما تجي تقول لي كلام لا يفهم منه هذا الشي وتقول له هذا معناته كذا لا فأني أقول والله أحد معناته بطيخة حمر بدون بزر لا مش جالسة ما تجلس عليها عرفت كيف فما يمكن هذا الكلام والله يبرحتك بس أنت الخسران في النهاية أنا ما ليه ليش أخسر أنا ما ممكن أخسر أنت بتقول أنه فيه بعد الموت موت ما فيش بعث وأنت تعرف أنه في بعث طبعا من شو عرفت من القرآن شو بيقول القرآن في البعث شو بيقول القرآن في البعث وين هذا الكلام في القرآن بس القرآن احنا اتفقنا أنه كلام مو مفهوم لا كلام مفهوم واضح لا مش مفهوم لا أنت مسكت في ألف لام ميم ألف لام ميم مفهومة لا أنت بيقول لك الحروف المقطعة الحروف المقطعة فيه اختلافات فيها أي وشو هي الاختلافات شو قالوا فيها هي دي اللي تعباك يعني في الإسلام آه مش تعباني تعباك ومنتو أنا مش مهتم بها أنتو اللي مش قادرين تفسروا أنا ما يهمني والله أنا ولت أطلع أقول لك كلمتين ربنا لما قلت كلمتين دخلنا في فرج مريم إحنا وما هذي هذا كلام ولا كلمتين ولا فيلم جنسي ولا كيف نعمل ما لش دخلنا في فرج مريم ما لش دخلنا ووالله هو قال ما قال لك دخلنا ولكن هو ببساطة شديدة قال لك أنه هاي لبنية أحصنت نفسها وأنا دخلت هنا وراحت نفخت جواتها ده ما لش دخلت ما لش دخلت ألف نفقنا في مريم هو كيف كيف راح يكون نفق جوة يعني كيف راح يكون ما هي في صورة مريم أو أنت لذلك أنت ما بتعرف ما كيف نفق فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوي آه بس هو اللي نفق هو الجبريل ولا هو لا سيدنا جبريل غالط لأنه ما قال جبريل للنفق قال أنا اللي نفخت نفق عن طريق سيدنا جبريل غالط اثبت هذا الكلام القرآن بيثبت لا يا محمد محمد رجعتنا لمربع الصفر وإحنا انتهينا من هذه النقطة أنت بلسانك قلت أن الله هو اللي نفخ فالآن أنت محرج من هذا الكلام فخلاص انتهت الليلة بروح نام يا حبيبي يا أستاذ محمد شكرا نكفي للمناقشة الحلوة وفكر فيما يفعله الله بين أفخاذ النساء الله هو خالق يفعل ما يشاء خلاص يفعل ما يشاء يدخل جوه بين أرجل نسوانكم خلاص هو عنده حق بيعمل هذا الشيء عنده حق الخنفس جبار ما بيعمل معنا هذا الشيء بقول لك قل لي فين كلام الخنفس جبار ده عشان نتبه ما عنده كلامي عمي الخنفس جبار ليس أهبل عشان يرسل كلام أهبل الخنفس جبار يعطي العقول ويعطي الهداية لا الله أنت الله بيرسل كتاب هكذا بينفخوا بيعملوا كلمات متقطعة وعملتوا سوتوا قتلوا اضربوا كذا الخنفس جبار ما بيعمل هذا الشيء الخنفس جبار أعطاك العقل العقل هذا هو أنت تفهم به الحياة لا القرآن ما نهج حياة قرآن ما نهج حياة ولا منهج حياة ولا نيلة نتكلمنا في هذا خلاص خلاص خلينا نقدم الأخوة حبيبي محمد باشا ربنا يهديك ربنا يهديك كيف يهديني ما هو ولا بيهدي ولا بيعمل ولا يسوي أي شيء صالي ساعة بطلب منك أنك تقول له يجي هو اللايب مش قادر يدخل فكيف رح يهديك أصلا ولا بيهدي ولا نيلة قلينا نتركه بحاله ونتركه في الأمور اللي بيوجيدها نطلب منه شغلات ما يقبل ما يقدر يعملها يعني عشان ما نحرجه ربنا قادر على كل شيء قادر أن يهديك بس نعمل قادر على كل شيء أنه يدخل جوه هذا الكوباية قادر بس الكوباية لا تتحمل إذا قادر ربنا ربنا قادر يدخل جوه هذه الكوباية قادر بس الكوباية لا تتحمل طلاث سكرت عليها أول ما يدخل رح يسكر عليها قادر بس الكوباية لا تتحمل إذا كان الجبل نفسه لم يتحمل إذا ربك ربك قادر أنه يدخل جوه الكوباية معناته أنه ربك يعني مجسم لا أنا بقول قادر بس الكوباية لا تتحمل ربنا غير محدود لا بيتحمل إذا هو قادر المفروض هل يقدر يعمل كوباية بهذا الحجم ويدخل جواته إذا كان الجابة لما يتحمل جاوب هل هو قادر قادر أنه يخلق كوباية يدخل جواته قادر على كل شيء جاوبني يقدر يقدر هل يقدر يمارس الجنس ربنا قادر على كل شيء بس داوبني على قد السؤال يقدر يمارس الجنس ربنا قادر على كل شيء يقدر ولا لا يقدر يقدر يروح يعمل حمام ربنا قادر على كل شيء قل لي يقدر ولا لا نعم يقدر يقدر يدخل اللايف عندي يقدر جيبه طيب أنت الخنف الزجبار وخليه يتكلم معك لا أنا خنف الزجبار أنا ما أقول لك أنه هو يطلب شيء من الناس أنت ربك إلهك الله تبعك بيطلب شغله الخنف الزجبار كائن محترم ما 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 بيعمل هذه السؤال ولكن أنت ببساطة شديدة يا محمد أنت ببساطة شديدة تقول أن الله يقول ويعمل ويسوي ويقدر يدخل كبائي ويدخل حمام وحتى يقدر يدخل اللايف فأنا الآن أطالب الله بأنه يجي يدخل معنا اللايف لا الله ما فيش حد بيشوفه لا تدركه الأبصار لا هذا ليس من صفات الله لا هو ما أحتاج إني أشوفه خليه هو يجي ويكلمنا لما تبقى نبي بقى ويصطفيق وتبقى زي سيدنا لا يعمل مني نبي وخليه يجي لا مش يعمل منك نبي طبعا لا لأنه ما يقدر ختم الأنبياء سيدنا محمد أنا أجزب بأنه ما يقدر ختم الأنبياء سيدنا محمد وخلص غلط مش ختم الأنبياء سيدكم محمد أنا لست من الأنبياء ربنا يهديك ما قلتك هو ما بيهدي حدا لا بيهدي ولا بيعمل أي شيء أنا ألحط قبل ما على فكرة قبل ما أشيع يكفي هذه لك هذه برجوك يعني ما عندي طاقة أستمع لها لا أنا أفهمك بس صدقا أنا ما عندي استعداد أستمع أنا الحدث وأنا عملت خليها عندك هذه الأمور أرجوك أنا أعرفك أعرفك إلا حصل أنا أعرفك عشان تعرفني افتح الكاميرا أما صوت هكذا ما أعرف أصدق من فصلك تجي تخبرني عن شخصك أنا ما يهمني شخصك لما يكون شخصيتك لحظة محمد لما تفتح الكاميرا ويتكون شخصيتك معروفة وقتها قلت أنا عملت وأنا سويت أعرف كيف قبل هذا لا تقول لي أنت شو عملت وشو سويت لا مش مهمة عندي هذا هثبت لك هثبت لك هثبت لك احنا هنا في مصر كلنا سنون يا محمد محمد تفهم الكلام أي حاجة تكلمني فيها عن تاريخة تفتح الكاميرا قبل هذا أتأكد من شخصيتك بعدين تكلمني عن نفسك مش هيفرم معك في حاجة الكاميرا لا بيفرق بيفرق لأنه هذا اللي أنت قدامي الآن مجرد شبه يعني ما مش حقيقي لا مش هتفرم معايا احنا هنا في مصر كلنا بتفرق معايا بتفرق افتح الكاميرا خليني أعرفك احنا هنا في مصر كلنا سنة أنا بحس افهم افهم الكلام اللي بقول لك عليها لا تقول لي أي حاجة عن تاريخك قبل ما أعرف مين أنت لأنه أنا ما بهمني أنت كشخص أنا الآن بحاول فكرة لما تدخل تقول لي أنا كنت ملحد وقتها أقول لك افتح الكاميرا افهم الفكرة هتشوفنا تعرف أن أنا كنت ملحد أنا بهم من شكل أن أنا كنت ملحد لا مش أعرف أو ما أعرف ولكن على الأقل وقتها يكون قدامنا شخصية حقيقية فأنت كيف؟ أما أنا أأتي تحت اسم ما أعرف حقيقي ولا وجه معروف ولا أي حاجة لا ممكن أن أقول أي كذب عادي والله براحة والسلام مش هيمفع فتح الكاميرا خلاص إذن لا تكلمني عن عن أي حاجة شخصية حصل معاك أو لم يحصل معاك لأنه راح ما راح يكون في كلام لطيب صراحة خلاص إيش تفرق معك الكاميرا في حاجة أنا بحاول فهمك لا بتفرق أنا قلت لك بتفرق أنا قلت لك مو أنت اللي تحدث أنا قلت لك لا تعيدوا الثلاث في نفس الموضوع لا تفرق إيه هتفرق إيه معاك رجعنا لنفس الموضوع أنت عارف أن الشياء في مصر محمد محمد أفهم في ناس غيرك موجودين خلاص وانا من عشر دقائق قلت لك خلاص انتهى الموضوع خلاص بس أنا برضا أقول لك ربنا يهديك لا ما راح يقدر يهدي أي حاجة لا يقدر لا ما يقدر لما يقدر لما يقدر جيبه خلينا نشو شو بيقدر يعمل قبل ما تجي يجي هو ما يقدر لا يعمل ولا يسوي نهايته يروح ينفخ جوال كلسين يعني ما عندهش حاجة ثانية ابحث عن الناس اللي ربنا هداهم وانت طعف ربنا بحياته ما هدا ناس في ناس عندهم هلاوة سمعية وبصرية اسمهم أنبياء في ناس عندهم يعني قلة عقلية اسمهم مؤمنين ما عندهش حاجة ثانية غيرهم طب نعمل إيه عشان نبع أقلين يعني تجيب تجيب الله تجيب الله ولا نتبع الخنف الزجبار كيف نتبع الخنف الزجبار عشان نبقى مؤمنين لا لا خنف الزجبار ما يتبع لي ما 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 يطلب الاتباع ما ليطلب ايه ما ما هو شفت أنت الآن تروح تجلس مع نفسك تجلس جلسة صادقة تسلم نفسك للخنف الزجبار بكل أركانك وبكل جوارحك وبكل عقلك وبكل إيمان والصدق تطلب منه الهداية وهو راح يهديك إلى ما يحبه ويرضاه يهديني أن ما فيش بعث بعد الموت واكتشف أن يوم اللي يامى في جنة وفي نفسك يشوف شو بيصير بعد الموت لما اكتشف أن فيه جنة ونار محمد محمد خلاص فيه جنة ونار فيه جنة ونار لا جنة ولا نار هذا من هلاوس المسلمين يعني أنت تتعرف هذا الشيء والمسيحيين واليهود هذا في جنة ونار كتابوا لكم كتاب أهبر قالوا لكم هذا الكتاب فيه جنة ونار فأنتوا صدقتوا ما في حاجة غيرها المسلمين والمسيحيين واليهود أقول لهم مؤمنين باليوم الآخر أنت عندك المسيحيين مؤمنين مسلمين يدخلون الجنة بعضهم الآن المسيحيين الآن اللي موجودين الآن الآن أغلبهم الآن الآن محمد المسيحيين اللي موجودين الآن هذول بيدخلوا الجنة بعضهم هذول المسيحيين اللي الآن موجودين الآن بعضهم أيوا وسمعوا برسالة النبي محمد وسمعوا بالقرآن وكل هذا الكلام هذول يدخلوا الجنة؟ أغلبهم لا أغلبهم لا لأنهم أشركوا إذن أنت المسيحيين لا يؤمنون بإلهك اليهود الآن لا يؤمنون بالله جاوبني محمد اليهود الآن يدخلون الجنة؟ اليهود موحدين بس لا يؤمنون بالمسيح اسمع السؤال عشان تجاوب على قد السؤال اليهود بيدخلون الجنة؟ مش كلهم برضو يهود الآن أيوه بعضهم ممكن ندخل الجنة؟ ليه لا؟ أيوه أعطني دليل على أنه يوجد يهودي في هذا الزمن ممكن يدخل الجنة أعطيك دليل؟ الدليل من الكراء أيوه سوان إن الذين آمنوا والذين هادوا هذا الذين قديم الآن هذولا شو حكمه؟ السلام عليكم الآن الآن الذين آمنوا؟ الآن الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وعمر صلاحنا يدخلوا الجنة؟ هذولا القرآن شو بيقول؟ وما يبتغي غير الإسلام دينا الفلان يقبل منه وهو؟ وهو في الآخرة من الخسرين أيوه على أي أساس أنه هذولا دخلتهم الجنة؟ والإسلام معنى الإسلام إيه؟ المسلام هو بضلط هذا الذي أنت تقول به؟ لا الإسلام هو التسليم التسليم للخضوع لله آل الذي يكفر آل الذي يكفر برسالة محمد يعتبر مؤمن؟ لا بس ممكن يكون مسلم يسلم أرطر الله لعظة لعظة يا محمد أزم الله أنت جميل جدا أنت تعرف لو عندي مزاج في يوم أعمل لك بث خاص لك أنت فقط بس أنا وأنت نتكلم لمدة أربع ساعات محمد يعني يدخل الجنة؟ ممكن الله أعلم لا مش أعطني دليل الله أعلم الله هو اللي يدخل الجنة لا الله أعلم يعني أنا ما عندي جواب أعرف كيف؟ إحنا الآن أكلمك بالدين ممكن يدخل لا أيوة أعطني دليل قلت لك أن الذين آمنوا لا هذا هذا ما ليس علاقة بالناس في زمن النبي محمد هذا إلو علاقة بالناس الذين كانوا قبل ذلك أعرف كيف؟ لذلك الناس الذين في زمن النبي محمد والناس الذين من بعدهم من بعده إذا سمعوا بالنبي محمد هل ممكن يدخلوا الجنة إذا كفروا به؟ هو ممكن أه برضو ممكن أيوة أعطني دليل ممكن أنا أقول لك ممكن لا أعطني دليل دول برضو في بعضهم من الإسلام أعطني دليل يا عمي أعطني دليل لا ما عنديش دليل بس جنة ونهار دي بيد لما ما عندك دليل لا أتجود إذا خلاص إنتعي للكلام ونكمل في يوم آخر تمام؟ ماش ربنا يهديك برضو ولا راح يهدي ولا حاجة هو مجرد كائن أهبل ما يقدر يهدي أي شيء هي كده بس تبتزع الليلة ما أقول لك ربنا الله ما بيقدر يهدي أنت تجايب الكلام لا بيقدر يهدي ابحس ابحس عن الذين لا يهدي خلاص أنا أقول لك أنا ألحظ خلاص لا 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 خلاص ربنا هداني ربنا هداني ربنا أصلا هذا ربك أو إلهك أو الله تبعك يعني هو لا هداك ولا حاجة هو فقط يقدر يعرف يروح يعمل شغلات مجيدة خليك فاكر بس مورك جنة ونار ولا جنة ونار ولا حاجة كل كذب خلاص لما تكتشف أنه في جنة ونار في الآخر وأنت الشغلة الجيدة عندك تعرف شو هي أنك أنت ما رح تكتشف أنه في جنة أو في نار لأنه أول ما رح تموت رح يطلعوا الكهرباء من الفيشة الكهرباء وكل شي رح ينتهي وتنتهي العملية خلاص براحتك أنت براحتك طيب حبيبي محمد باشا دير بالك على حالك ما شاء الله أخذي تصبح على خير أنت من أهل على السلامة على السلامة جميل محمد جميل جدا 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 من الشخصيات الرائعة صراحة نغرس في دال الحياة اللي نعتقد نأخذ كمان كم مشاركة لكن عندنا هنا أبو حمزة أبو حمزة شلونك حبيبي تمام مش تقلك كيفك بسلام يا حبيبي أنا بخير أنت كيفك تمام مش تقلك عندي بس سؤال بشأن الأولاد اللي لما بيولدوا وبأدنولهم بأدنهم اليمين وبعدين أدنهم اليسار الآن بالمصحف مو مسكور هيك شي وبالأحاديث كمان بتلاقي النبي أنه محمد لما إجاء ابن إبراهيم ما أدن له حسب رواية الترمزي أنا سؤالي مين اللي اخترع هي الشغلة مين اللي اجابة هو في أحاديث ضعيفة في هذا الباب يعني في أحاديث الأذان والإقامة والبعض الصحح أحد حديث الأذان وضعف حديث الإقامة يعني حسب الروايات حسب الروايات مشان يوم لأيامة بتلاقي في شهادات من البخاري بيقول أنه في شخص شاف رؤية وراوية وكمان النبي بيقول لك أنه شاف أكتر الناس اللي عم تتعذب بجهنم من النساء طب ما في بالدين ما بيقول طب مين هدول الناس يلي شافهم طالما لسه ما إجاء يوم لأيامة على أساس أنه هذا ذكروا أنه يعني هذه مشاهد من الغيب شاهدها النبي محمد على أساس أوكي يعني آمن الغيب أي هبل في السطل يعني في المعنى لأنه لما ذهب في ليلة الإسراء والمعراج عرضوا عليه يعني ناس من أهل النار وناس من أهل الجنة ومعروف أن النار والجنة لسه ما فيها ناس فالعلماء لما حاولوا يفهموا كيف صار هذا الكلام العلماء قالوا أنه هذه على أساس مشاهد من يعني من المستقبل أو من الجنة والنار في المستقبل شوفهم الله يعني شوفه الله أو يعني هكذا عشان يروي لأمته يعني أي كلام هذا كلام ما علي دليل ولكن هذا مثل ما قلت لك هذا من التناقضات اللي موجودة أو من الأمور الهبلة اللي موجودة في هذا الدين طب هذا بالضبط هو بالضبط مثل ما تقول هذا أصلا ما يعني ما في حدا دخل جنة ولا نار على أي أساس أنت شفت هذا ولا الناس ببساطة شديدة ما لقنا تفسير ما شفنا جواب منطقي فعملنا فعملنا يعني هكذا من أنفسنا أنه نعمل أنه هذه مشاهد أراه الله سبحانه وتعالى وكل هذا الهبل ببساطة شديده حبار اشتركوا في القناة